وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وذلك في افتتاحية ملحقت مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخلال التهنئة أشار رئيس السيسي إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاكتهاد وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة مشيرا إلى أن العمل بجد واكتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية ومجدتها الطبائع الإنسانية أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدة بلادهم كما أضاف الرئيس السيسي أنه بعد مرور ثماني سنوات على وضع خطة الإصلاح الإداري ما زالت تسعى الدولة بأن يسهم الجهاز الإداري في مسيرة التنمية والتقدم لبلدنا بالشكل الذي يليق بنا وبقيمتنا وحضارتنا وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة تؤسس للجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا وهي جمهورية تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص وعمادها بناء الإنسان المصري القادر على القيام بدوره الحضاري والتنويري إقليميا ودوليا هذا وثمن الرئيس السيسي الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجددا دعوته لأبناء مصر الأوفياء باستكمال مسيرة الأجداد وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحققه من تنمية واستكمال لمسيرة البناء والإصلاح